هنتعرف على فن جديد يعني استجد مؤخرا على الحالة والحياء الفنية اسمه Digital Art هنتعرف عليه وعلى كل تفاصيله من خلال فنان أهلاوي صميم بيحب جدا للنادي الأهلي والحقيقة من خلال هذا الفن أبدع فيه العديد من اللوحات زي ما حضراتكم شفتوا أكيد معنا في التقرير السبق دخلنا معكم على الهواء معنا الفنان الأهلاوي الشاب أحمد رامسي صباح لفل عليك أحمد أهلا بيك صباح الخير يا أحمد تنورنا وزي ما كنت بقول قبل الفاصل أنت سنك صغير جدا فإحنا عايزين تعرف عنك الأول يعني الموضوع بتدى إمتى وشمعنا النادي الأهلي وهل أنت قابلت أصلا أي حد من اللعيبة أو كابتن الخطيب قبل كده هل عرضت الحاجات لأمت أو أعمالك عليهم وردتها لهم يخير نعرف عنك الأول هو الموضوع بدأ من أنا صغير شوية الموضوع الفتوشوب والرسم والحاجات دي أن أنا كان جديم صورتي على الشاطئ فأنا كنت بروح مع المعمل والحاجات دي فأشوف الحاجات تعمل إزاي أوكي فأنا لقضتها منهم وبعد ذات إيه مع الوقت تطور من نفسي وتعلمها لحد ما جيت من سنتين بقى فطرت الحاجر وكده عادين كلنا في البيت بزأنين فقلت مفتح اليوتيوب وشوف أي حاجة جديدة فلقيت موضوع ده فتعلمته حال فبدأت أول طبعا رسومة تبقى غريبة في الأول ومستوى مش قد كده تطور واحدة واحدة لحد ما وصلت إلى المستوى يعني أنت اللي علمت نفسك أنت بخاتش كورسز ولا أي حاجة تمام ورأيي جدا كان إيه بقى في أول لوحات أنت عملتها لأن أنت تمثل مدرسة مختلفة تماما عن مدرسته هو الشكل الكلاسيكي للتصوير وكده أنت بقى إيه عملت صورة من وجه النظر أو بالنسبة له فكان شايف أن أنت بتعمله زائدة مستغرب مش فاهم وزايب على الكمبيوتر بعمل رسمة وتطلع شكلها كده لأن كل مستغرب في أغضبية الناس قالت في الأول ده فلتر فاهم لفادي تبقى حاجة غريبة جدا منهم مش عارفين إيه ده أساسا طب أحمد تكلمنا أكتر عنك أنت في سنوية عامة صحيح في تانية سنة وعلمة في علمي أنت عايز تخش المجال ده كمهنة أو احترافية ولا حاجة صايدة لا هو صايد على الجنب خلص صنوية حاجة وقت الفراغ لا أعزبه إن شاء الله تبقى أسنان لأه حلم الليلة كلها تقريبا وماما بالأخص كلهم عايزينك تبقى أسنان؟ أو ماما بالأخص تقريبا طب وأنت عايز تبقى أسنان؟ موافق عليها عجبيني أنت موافق عليها مش مع الرغبة يعني حلوة مش وعشة طيب ربنا يوفا